موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا الهاد الأمين محمد وآله الطيبين الطاهرين لا سيما بقية الله في الأرض الإمام المهدير وحوار واح العالمين له الفدا السلام عليكم أحبتي أعظم الله لكم الأجر بهذه الأيام الحزينة بشهادة المختار الثقفي المختار الثقفي شخصية مميزة عبر التأريخ ولا شأن لنا بتلك الأقاويل والأباطيل التي ذكرت في بعض المصادر والتي أشارت إلى أن النبي قال عنه أن في ذقيف كذاب ومبير وأشار إلى المختار وهذه كلها أحاديث صنعها أعداء المختار المختار كما قال السيد الخوي على الله مقام في معجب رجال الحديث يكفي في جلالة قدره يقول يكفي في جلالة قدره أن الإمام زين العابدين قال عنه رحم الله المختار هذا ترحم الإمام زين العابدين على المختار الثقفي هو دليل إيجابي بأن المختار ممدوح يقول السيد الخوي على الله مقامه يقول وأما الروايات الثام من المختار فكلها ضعيفة السند لا يمكن أن حسب طبعا المنهج اللي كان عند السيد الخوي في التسدد السندي يقول الروايات في هذا الباب ضعيفة السند ما يعول عليها المختار الثقفي تعلمون وحدة من أسباب الهجم الإعلامية عليه أنه عاصر حكومة آل أمية كل الذي فعل المختار الثقفي هو أنه طلب بدماء أهل البيت أضف إلى ذلك المختار الثقفي من كبار الشيعة ومن كبار مشايخ الشيعة وبعض الناس قال من أين له اكتساب التكليف طبعا هو اكتسب التكليف على أمة أهل البيت لأن هذا ليس من حقه تم لاحظين معي أنه مسألة التقليد كانت واضحة عند الناس حتى في زمن الأمة هذه المرأة التي أتت إلى الإمام الصادق قالت له يا ابن رسول الله أني أقلدك ديني أنا أقلدك لاحظ فإحنا الآن على أبسط مسألة نريد مثلا نسافر نريد نفعل فعل معين ما نفعل إلا عندما نتصل بوكيل المرجع أو نتصل بالمرجع ونعرف لأن هذه المسألة حلال أم حرام لاحظوا فكيف بمسألة تتعلق بالدماء لا تصور المختار الثقفي خرج من عندياته وأخذ سيفه يقاتل ليس من حقهم لو كان في هذا الفعل إشكان لو كان فيه حرام لو كان فيه فرد مسألة لا أوقفه الإمام زين العابدين دماء الشيعة وأرواح الشيعة وأتماع أهل البيت ليست منكن للمختار ولا لأبي المختار عند مرجعية اسمها مرجعية السماء فليس من حق المختار أن يتحرك إلا بإذن الإمام زين العابدين حتى الأبطال من أهالي عين الوردة أصحاب سليمان بن صرد الخزاعي الأربعة آلاف شهيد الذين استشهدوا قرب الحدود أو قرب العاصمة دمشق لم يتحركوا من عندهم هذه أوامر لأم عليهم الصلاة والسلام ورأيتم في مسألة الجهاد الكفائي كيف أفتع علمائنا حتى لدينا تنسيقيات ومكاتب العلماء في مدينة كربلاء تجهز الدعم اللوجستي للحجد الشعبي كونت فرقا قتالية تقاتل والفتوى يعني اشترك فيها العلماء وأيدوها بهذه المسألة فإحنا دائما نتبع علمائنا نتبع أئمتنا صلوات الله عليه المختار الثقفي أشفى وشفى قلوب أهل البيت بأن قتل مقاتلة الحسين من أهل الكفر طبعا صفحتين جميلة بعد كربلاء صفحة الأولى ثورة الأوفياء اللي سموا خطأا بالتوابين ما عدنا شي توابين يا أخي ما عدنا تواب الآن يبكي على خطيئة يروح 1700 كيلومتر يقتل في عين الوردة هذا شيخ الشيعة وكبيرهم سليمان بن صرد قال له أمير المؤمنين يا سليمان أنت ممن ينتظر ولي يبدل تبديله أنت راح تبقى على العهد معي وذهبوا وقتلوا تدر أنت قتلوا مقاتلة أهل البيت عليهم السلام جزروا أكثر من خمسة آلاف شخص اشترك في قتل الحسين من أهل الشام فالصفحة الخارجية تبناها سليمان بن صرد خزاعي والصفحة الداخلية تبناها المختار الثقفي بأخذ ثار أبي عبد الله صلوات الله وقتل مقاتلة كربلا وكون دولة من أوائل دول الشيعة التي استمرت تقريب سنة ونص إذا ما أضفنا إليها حكم الخازر لأن كان إبراهيم الأشتر أيضاً هو والي المختار الثقفي على الخازر يعني الموصل إذا ما أضفنا إليها حكم الموصل يتكون دولة المختار الثقفي يعني سنة ونص تضاف إليها تقريباً تكون سبع سنوات من سنة سبعة وستين وفي نص من سنة خمسة وستين للهجرة إلى سنة ثلاثة وسبعين فتصير تقريباً ما يقرب من ثمان سنوات أو سبع سنوات على العموم المختار الثقفي كان قبره مجهولة ما حد يعرفه بعد شهادته إلى أن قرر السيد مهدي بحر العلوم أو العلامة الطهراني أن يوسعوا قبر مسلم بن عقيل عليه السلام مساحة يقول وبينما أهل الحفر كان الحفارون يحفرون وإذا بأحدهم ينادي للسيد مهدي بحر العلوم كان واقفاً قال سيدنا انظر إلى هذه شاهدة القبر التي يوضع عند القبر وإذا بالسيد يقرأ مكتوب فيها بالخط الكوفي إن هذا قبر المختار الثقفي المتوفى 67 للهجرة بالفعل يقول وجدوا جنازته لا زالت فيها آثار الدماء وعلى كلين يعني فأمر السيد مهدي بحر العلوم على الله مقامه من علمان قبل تقريب 150 سنة أمر بأن يبنى قفص أو يبنى شباك يوضع فيه ضريح المختار الثقفي وصنع له زيارة وما شاء الله اليوم ملايين الناس يزورونه سنوياً يتبركون به هذا الذي قدم عطاءات لأهل البيت صلوات الله عليه المجمعين ونال مدحهم بأبيهم وأمي عبر التاريخ وأنقلنا بعض الروايات لا قيمة لها عندما تريد أن تسير لشخصية العظيمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة